جميع هذي استوديو الوطنية كالعادة من تواحة الماضي ساعة غير درجين في ساعتنا الثانية نضيف الانتريبيو بعد اخبار الماضي ساعة أن نتقرسم المجلس الوطني لمجلس الأقاليم والجهات رياض الدريدي مجلس الجهات اللي طالب بتشريكهم في أعداد المخططة الخميسي وعدد تفاصيل أخرى نجع معها تباعا مع ضيفي سينو في ساعتنا الأولى نحكي في عينك على الإدارة عن جديد الفحص الفني الفيزي التكنيك اليوم اللي فوتوا الموعد فما جديد وعندكم مهلة والليت 24 ساعة معاتش كي مقبل اللي فاتوا الموعد دازم موعد جديد للموعد بشيوالي فلابل ويقعد لك 24 ساعة بنفس الكيتانس بنفس التوصيل صالح لأنك تخلط تخذ فكرة نهارين هذيك الموعد جديدة تفاصيل تويحكين عليها بعد شوية فيصل شابو في عينك على الإدارة وبالبونت العريض ما عرف يقدري جي نرجع على تصريحات وزير التربية اللي أكد مجددا سيد نوردين النوري توجه الدولة التونسية للقطع مع سياسة التشغيل الهش في كل القطاعات مش فقط في قطاع التعليم ونحكيه على فتح تحقيق في شبهات سرقة مواد غذائية من ديوان الخدمات المدرسية وبيحة لمطعم خاص بقفص التفاصيل بعد شوية ونحكيه على الإدارة العامة للديوانة المدير العام للمدرسة الوطنية للديوانة تونسية ضمنها بعد شوية بالبونت العريض نحكيه على الاحتفال بتأسيس المدرسة الوطنية للديوانة غدوة اللي بش يكون فيه برنامج في هذا الإطار ديوانة تونسية طبعا والرسات اللي يدخل فيها للدولة متستحق ومنها كان إننا ثمنها غدوة نرجع بتفاصيل أكثر واليوم ينضمن المدير العام للمدرسة الوطنية للديوانة بعد شوية معك رفيق دريدي تحياتي مرحبا. اهلا وسهلا زينا مرحبا مرحبا بس المرحبا اللي تبقى فينا كل. اهلا وسهلا بس الترجمين مرحبا. مرحبا بيك مرحبا زملاء الكل وان شاء الله بداية تصبح موفقة للجميع. شاء الله. برشة حيوية وبرشة نشاط وان شاء الله برشة النجاحات. انيس لوريمي في الاخراج رفيق دريدي في الاعداد زاهر بن حميدة امن النايب ستريمين كوميونيتي منجر كالعادة محمد علي الناصري وحميد في التنسيق توت سويت بالبونت العريض. قبلها نرفع الاذين لحضراتكم حسب توقيت المحلي لمدينة تونس ومجوالها. الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان لا اله اشهد انزل اله كلام اشهد ان اشهد ان يعدها الاعرفال ان ت محمد رسول الله اشهد ان تت spend ong اشهد ان محمد رسول الله اي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف المعاد استوديو الوطنية فضاء مفتوح للقاءات والمتابعات مع زينة زيدي تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب هذا استوديو الوطني يرفعنا إلى حضراتكم إذن الظهر بالتوقيت المحالي لمدينة تونس وماجا ورهن ذكركم ضيفنا في الانترفيو في ساعتنا ثانية النطق الرسمي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم رياض الدريدي مجلس الجهات والأقاليم اللي يطالب بتشريكهم في إعداد المخطط الخامس هذا ضيفنا في الانترفيو بعد أخبار الماضي ساعة وتوتسويت بالبنت العريض مع رفيق دريدي عودة على تسريحات وزير التربية وفتح تحقيق في شبهات سرقة مواد غذائية من ديوان الخدمات المدرسية وبيحة لمطعم خاص بقفصة بالبنت العريض تحية لك مجددا أهلا وسهلا رفيق دريدي مرحبا من جديد زينا وزير التربية نوردين نوري كان حاضر في المجلس الوطني للجهات والأقاليم نهارة الخميس اللي فات وردا على أسئلة نواب اللي كانت بخصوص محاور عدة كان أجاب وزير التربية في نقطة متعلقة بملف تشغيل الهش يقول كون الملف هذا تم الحسم فيه بقرار من رئيس الجمهورية قيس سعيد ويقضي القرار بالقطع النهائي مع كل أشكال التشغيل الهش في مختلف القطاعات مشكن في قطاع التربية فقط ويكد لزير أن الوزارة قاعدة تخدم حاليا على سياغة الأوامر الترتيبية لتسوية وضعية الأساذة النواب في وقت وجيز بالنسبة لوضعية التشغيل الهش القرار من السيد الرئيس هو القطع نهائيا مع أشكال التشغيل الهش ليس في وزارة التربية فقط بل في الدولة التونسية وأجهزتها جميعا هذا قرار نهائي وحاسم وقرار له فؤد اجتماعي بامتيار قرره ونحن ننفذه والأوامر الترتيبية في طريقها إلى نشر متى وكيف أقول في أفضل الأجال وأقربها سيكون ذلك هذا الموضوع أغلق في مستوى تسوياته ومستوى إجراءاته ألت وقت وجيز وتتنزل هذه الأوامر وتنتهي هذه المشكلة في إطار التدريس نهائيا التشغيل الهش وما أدرك من التشغيل الهش في كل القطاعات بيسل تروجمين وزير التربية نور الدينة نوري تكلم مجددا عن توجه الدولة للقطع نهائيا مع تشغيل الهش في كل القطاعات تحدث على قطاع وقطاع تربية يقولوا أننا ماشيين في القطعة مع سياسة التشغيل الهش وقال كما تسمعوا رئيس الجمهورية ما عادش يحب نقعده نستعمله في التشغيل الهش والعمل به ومع الأسف لليوم تحدث رئيس الجمهورية في خطابه في العهدة الثانية وقبلها حتى في العهدة الأولى عهدته الرئاسية وهابه تبين وكانت تذكروا الأمر الرئاسي اللي يلزم كل مسؤول عندك شكون في القطاع العام يخدم أربع سنين مباشرة ترسمه لليوم دار لقمين على حالها للأسف نحن نشوف حقيقة أنا قاعد يعني نحب نحيي وزير التربية على الشجاعة الأدبية اللي قاعد يتعامل بها رينا اعتذر للتلامذة على غياب الأساس والمعلمين وهذا يشكر علي خاطر أولى عملية خلينا في التشغيل الهش نمشي لقضية التشغيل الهش القضية اليوم نتصور أنه قالها أنه هو اليوم في صداد يعني إصدار الأوامر الترتيبية من أجل القطاع أنا نقول اليوم أنه من واجب السيد الرئيس الحكومة والوزارات الأخرى اللي قاعد فيها لا حياة اليمن تنادي وكأنه ما في بالهم حتى شيء يكون في مستوى المسؤولية في مستوى التزام رئيس الجمهورية بما تعهد به في الملف هذا خاطر القطع مع الملف هذا سيغلق أبواب نحن بحاجة إلى أن تنتهي في تونس شاهدنا كيف تم سرقة عرق وتعب وأموال وجهد ناس خدمة سنوات طويلة ومجالة ولكن لا حياة اليمن تنادي أنا نعتقد أنه إن شاء الله من هوني حتى نهاية العام هدايا يعني قبل ما تدخلوا 2025 تكون عدد كبير من الوزارات ماذا بينا لكل بصراحة أما يكون عدد كبير منها قد أغلق الباب هدايا سواء في مستوى الوزارات أو في مستوى المؤسسات العمومية الشركات العمومية والمؤسسات العمومية اليوم اللي فيها نوع من التشغيل قطاع العام نعم لابد من القطع معا نهائيا لابد من أن يكون هناك احترام لما أعلنه والتزم به رئيس الجمهورية لأن الحكومة هذه هي حكومة تعمل ضمن الخطوط العامة والتوجهات العامة رئيس الجمهورية اللي أولى هذا الملف أهمية قصوى بالنسبة للمواطنين وكذلك على أمل وإنه نشوفه هل العمل الهاشية سينسكروا عندك الحديث على عميل الحضار كنا نحكي عليه واحد فأتجي تلقى عندك اليوم ناس تخدم أربعة وخمسة وستة سنين في القطاع العمومي في أكثر من وزارة من وزارة النقل للثقافة للتربية وانتي ماشي كل كل يعني هوني هوني هذي الإشكال إلى متى إلى متى وأنا نعتبر أنه هذي تهديد الناس في أرزاقها يعني خمسة سنين وستة سنين من عمر إنسان عمر الميهني للإنسان يعني هو قد يعمر الميهني للإنسان ثلاثين سناء في المعدل ويخدم فأما يكون يخدم أربعة سنين بعد يقولوا له بسلامة بسلامة وسكن بابه فأما يكون يخدم وما زال يخدم وقلوا له العقد متاعك مشو مسحح متاع خطر بالله بالشهر ساعة بالشهر ما فأما الشهرية إلا متى عليه يعني أنا أنا نتابع في ميلف نحكي نحكي وعلى توجهات وعلى عدالة اجتماعية نعم هل هذه العدالة الاجتماعية؟ ليس لها علاقة بالعدالة الاجتماعية هداية استمرار في مفهوم الظلم المجتمعي على ناس تخدم في المصلحة الوطنية خطر سمحني يعني أنا نشوف اليوم اللي تم طردهم إنهاء عقودهم في مدينة الثقافة حتى في تونسيا رعنا برش نعم خطوط التونسية ده يغلزمها ملف واحدة تحكي عليه حتى الوزير النقل تحدث وهابت تباين الوزارة ووضع الطيارات وغيرها ومع ذلك فما الناس اللي قاعدة اليوم شدة بشكل كبير تخدم في الخطوط التونسية الناس اللي تلقاها مش أكثري حقيقة أنا مصدوم من نتنشر البرح حاول إنه إنه سيارة كاترينغ ضرب الطيارة صدم الطيارة وأجلة رحلة يعني البوينغ تروسون ترونت الوحيدة اللي عنها سيارة كاترينغ تضربها وتعطى الرحلة كانت مش تمشي لكندا موريال موريال وبالتالي هل هذا صدف رغم أنا منش برشة بالصدف أم أن هناك استمرار للأسف عملية التطهير الحقيقية لم تبدأ بعد الخطوط التونسية موريال موريال الخطوط التونسية بس ترجمان إلى اليوم بلا رئيس مديران هذه إنه عصرت عليهم احتجاجات زمن تسلط زمن تسلط النقابات وفسادها في الخطوط التونسية وما تسببت به من كوارث يجب أن ينتهي مرة واحدة وإلى الأبد ما زال اليوم عندك نقابات تخذي الخطوط التونسية مثال المشكلة اليوم مش نقابي بحت تتحكي على ما مضى اليوم محاربت هذا الفساد وتفكيك هذه المنظومات هي مسؤولة من يتولر الإدارة في حالة شغور رئيس المدير العام للخطوط التونسية على ذمة الأبحاث متوقف ما فهمش غيره هذه مسؤولية وفير النقل عليه أن يتحمل مسؤوليته كاملة خاطر الدقلة الوطنية اليوم نعرف أنه من قبل 2005 وكان برنامج إفلاسها وتدميرها وبيعها بالمليم الرمزي وتواصل على امتدار عشرية الخراب وتواصل حتى 2021 نتفكروا المهازل اللي صارت فيها الكل اليوم إنقاذ الشريكة بقاء النقلة الوطنية علينا أن ننتظر الله لا يورينا النهار هذاك اللي نخوم الصباح نلقاه اسم توني سير تمسح يجب أن تبقى توني سير رمز خاطر هي رمز من رموز تونس الجميلة تونس السيادة الوطنية وبالتالي محاولة الأطراف اللي حابت تتبيعها لشركات مش تستفيد منها وتستغل موقع تونس الجغرافي لخدمة مصالحها وأموالها على حساب الشعب التونسي يجب أن لا يمر ويجب الدفاع بكل ما نملك على الناقلة الوطنية حفاظا على اسم تونس وحفاظا على تاريخ عليق الناقلة الوطنية هي واحدة من أفضل الشركات في العالم في مستوى الأمان المهني ومستوى كفاءة طيارينها والتواقم الفنية هذا كل متفقين فيه بس الترجمين والفساد مس كل القطاعات متفقين ولكن إلى متى؟ اليوم تونسية الخطوط التونسية بحاجة إلى إعادة هيكلة إلى مراجعة بعض التعيينات أيضاً الناس اللي عندها عقود هش وقاعدة تخدم ويوقف عليها اليوم الخطوط التونسية برشة منهم إلى متى؟ إلى متى تسويت الوضعيات هذه الأمور دخل في بعضها ومتشعبة إلى هذه الترجمة أكيد متشعبة على خطر هي منظومة فساد وإفساد وتدمير ممنهج للداخلة الوطنية استمر على العشرات السنين يعني ما بداش كما نقوله في عشرية الخراب سبقها واستمر معها وتطورها وبالتالي اليوم عنا عامين أو ثلاثة سنين من اللي بدال حديث بشكل جدي على كيفية إنقاذ النقلة الوطنية وكيفية إعادتها وإنهاء المشاكل الموجودة فيها وهي مشاكل كبيرة برشا أنا نعتقد أنه يجب أن يكون هناك حل جراحي مؤلم يوجع أما لابد من اتخاذ القرارات دجال وضع متاحته موجع ومؤلم نعم ولابد من اتخاذ الأحسن الأفضل لأنه رأينا نحكيه على الخطوط التونسية وجه البلاد نعم الناس كما اليوم اللي مسافرين لإيطاليا متأخرة طياراتهم الصباح البيرحة مورريال وغيرهم وغيرهم رحلاتهم ألغية وبالتالي هوني السؤال أنا نتمنى على وزارة النقل إنه تخرج وزيرة النقل ووزارة النقل أصدرت بيان رفيقد ريزي بالضبط زينة ما احنا بش نكملوا مع الموضوع هذيا والزيارة اللي كان أداها وزيرة النقل رشيد عامري نهار تسبت في الليل لمطار تونس كارتاج الدولي هي زيارة ليلية غير معلنة تقول وزارة النقل شملت مختلف فضايات مطار تونس كارتاج مربض الطائرات عدد من المرافق تابعة لمجمع الخطوط التونسية التونسير تيكنيكس الكاترينج الهاندلين كل المرافق الموجودة في مطار تونس كارتاج الدولي وتقول وزارة كونه وزير النقل عاين إخلالات مسجلة على مستوى خدمات التموين وظروف التزويد اللي تمس من سلامة الطائرات كاترينج والهاندلين خاصة أن اليوم ذي مزوز أهم زوز حاجات تقف عليهم الخطوط التونسية ممكن قوله إخلالات تمس سلامة الطائرات يعني الأمر جدي وخطير ولأول مرة الحقيقة بشكل واضح أن تحيي لوزارة النقل اللي بلاغ مصارحة هذا ما فيه شي حتى تغطي الوزارة تعترف وتقول لك فما إخلالات في تونسي كاترينج وفي الهالدين وهذي اللي كان يقولوا دابيتويد على المساعدة نحن تتحشم حتى باش تقوله تغطي اليوم الوزارة والوزير واضح تمشي اللي يغلط يتحاسب هلن نستنعو في المحاسبة في الخطوط التونسي فما نستوقف تمام فما نستنعو ما زالت اليوم ويجب أن يتم فتح الملفات كمنا يعني أنا نحيي وزارة النقل على الشجاعة الأدبية هذه والصدق أنه ما عندنا حتى شي يتخبه كل إنسان شريف ما عنده ما يخبي يتفضل يحكي للناس لحقيقة باش نهار تلقدر الله يصير أي حدث أو تتخذ الوزارة أي قرار بحق أي إنسان يكون كل شيء واضح ومكشوف ومعروف للعيان هذه الشجاعة الأدبية والسياسية والأخلاقية يجب أن يتميز بها كل الوزارة أنا يعني وقت نشوف بيان من وزارة وبيان رسمي على صفحة الرسمية يخرج في المستوى هذا سينجر عنه باعتقادي جملة من القرارات وجملة من الإجراءات من أجل الضمان أن لا يكون هناك عبث لا في الكاترينج ولا في الهولدينج على خاطر هدايا العبث اللي قاعد يستمر قاعد يسي وقاعد يهدد في مستقبل الشركة هدية الناس اللي مرتبطة مصالحها مع أطراف أجنبية حبت تشري تونسير بالمليم الرمزي هدايا يجب باب أن يغلق كل شخص وضع يده في هذا الميلف يجب أن يحاسب ويتم طرده من الشركة لأن الإجرام بحق تونسير هو إجرام بحق تونس نواصل معك رفيق نواصل وزينة ونمشيوا لموضوع آخر في البنت العريض اليوم نحكيوا على عملية السرقة تتعلق بمواد غذائية تابعة لديوان الخدمات المدرسية العملية هذه صارت في قفصة بالتحديد وفي تفاصيل الموضوع منذوبية التربية في قفصة كانت تقلبت أقبل قفصة مع وزير التربية في علاقة بالطلبة بتليمضة اللي زبين احنا من تشغيل الهش وحلين ومشينا لموضوع المطار تونس كارتاش ووزارة الناحر كل في الهش والهشيرش مع الأسف في الوضع وزير التربية اللي صارح أو اعتذر من التليمضة أيضا أو المرة وزير التربية هذي طب حاجة جديدة يعني أنا اللي يسعدني في عمل ساد الوزراء اللي ما نعرف حد منهم يعني بتكون في المناسبة تكون واضحة الحكاية وما نقص أولادي دارة حد ما يعرف أولادي دارة أولادي دارة أولادي تولستي خدموا ربي عينهم شكرا نقول شكرا لمن أنا وقت ليخرج وزير يعتذر من التليمثة عن غياب عدد المعلمين شغورات عدم والشغورات أنا نعتبره ليحكيه كلام قرآن كريم وإن انتهينا من الملف فذا الوقت ليصير خطأ هو ليس خطأ الوزير هي خطأ متراكمي من سنوات ولكن يتحمل المسؤولية الأخلاقية وأمام المواطنين أنا نعتبر نحن دخلنا في مرحلة جديدة تحمل المسؤولية الاعتذار لأن الاعتذار وتحمل المسؤولية هي أول باب من أجل إصلاح هذا الملف وقلين كيبروا ونقولوا لا ما فما حك شيء هذية داست شسمه التي تخدمه في الضلام وهيهاتها هيهات والكلين لا المسؤولية صحيح ثم مشكلة كبيرة المشكلة هذية اعتذر عنه الوزير إذن نحن في اتجاه أن يكون هناك حلول للموضوع وليس التوقف عند باب الاعتذار هو وزير التربية نوردين النوري كان اعتذر من كل تلميذ ما حققش تمدرس منتظم في علاقة بالشغرات الموجودة في عدد من المؤساة التربوية لأنه استدرك بالقول أن وزارة التربية تعمل باستمرار على سد الشغرات لتمكين التلميذ من تعليم لايق بطبيعة نحكيه على تلمذة زينة يعدين ونعرف مقف وزارة التربية الكلمة هذة كنت قالته فيه مطلع سنة الدراسية مع ممثل وزارة التربية لكن نضيفنا في الستوديو الوطني اللي تعهد بتسوية التشغيل اللي هشو ووضعيات القائمين القائمين العامين وأيضا الأسادة والمعالمين النواب نواصل معك رافيق إلى جفص إلى جفص زينة وين تفتح التحقيق في علاقة بشبهة سريقة مواد غذائية تابعة لديوان الخدمات المدرسية وبيحة لساحب مطعم خاص في الجهة في تفاصيل الموضوع منذوبية التربية في جفصة قدمت نهارة سبتي لفات بشكاية لدى فرقة الشرطة العدلية في منطقة الأمن الوطني في جفصة أطور الحادثة ترجع لنواحد من الرواسية مصالح المندوبية انتبه لي وجود علبة طن فعليها لافتة مكتوب عليها ديمان الخدمات المدرسية يعني ترجع ملكيتها لديمان الخدمات المدرسية بالضبط مكتوب على علبة طن هذه لا تستعمل إلا بالمطعم المدرسية إلا أنه المسؤول هذا لقاها في مطعم خاص للأكلة الخفيفة ورجع من غدوة ممكن هو ما حبش يلفت لانتباه معناه في النهار الأول فرجع من غدوة الثبات به بالضبط زينة ولقاء نفس الشي ولقاء علبة طن وحدة أخرى في المطعم هذا فذلك عليش تقدمت من دوبيت التربية بشيكاية وتم فتح بحث إداري في الواقع هذه هي التفاصيل سارق في دوشامعة بس لترجمين وإحنا في الإعداد رفيق دريدي يحاول يتصل مرارا بنيابة العمومية بقفصة من المفروض كانوا وعدونا بشي تعاديهم معنا بشي تعاديهم معنا بشي تعاديهم معنا في المباشر ولكن حسب المعلومات اللي عنا واللي خرجت بس لترجمين فتح تحقيق في سرقة مواد غذائية المندوبية الجهوية اللي طلب بقفصة رسميا تقدمت بشكاية لدى فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني تتعلق بسرقة مواد تبع لديوان الخدمات وبيحة لصاحب مطعم خاص كما كان نتحدث من رفيق الدريدي وواحد من رؤساء مصالح المندوبية انت باقي لوجود حكم تاعة طن ترجع الملكية تدوين تاحهم تتبيع أو صغيرات جعانين في الكانتين وغيرها ولا في في المطعم المدرسي بلوتو وعليه في نهارين ما فاميش يشوفوا الطن اللي يستعملوا فيه حتى بش فرغوه هذي سيرق في ده شمع يا باسلال فساد هذا نحكيه على صغار ناس بعد على ديارهم تلميذ يمشيوا يقعدوا في مبيتات ويستنيوا سواء اللي يباتوا معناه اللي يستغن وإلا اللي يبديوا كامل معناها قوت تلميذ تحرم تلميذ بش أنت تربح زوز فرنك مسروقي ولا خمم في صغار لا خمم في مصلحة عامة لا شيء أول حاجة هذي ليش تتصدقى لولا ونتمنى أن تكون الأخيرة على خاطر اليوم اليوم نعرفه نحن أنه المطاعم المدرسية أو الجامعية يكون فيها مخزون كافي من المواد الغذائية اللي تنجم تكفي حتى شهر وشهر ونصف للتلانذة والطلبة هوني وقت اللي صار هدايا اللي صار هدايا يعكس أنه هناك لا مبالاة على خاطر اللي اللي سرق وخرج ومشاه حتى بقى حتى في في مطعم اللي يبيع في الكاسكلوتات والسيد حتى عارف روحه أنه هما أنه ليس هناك قانون وليس هناك دولة أنا الحب الحيي السيد اللي مشاه وشاف القضية هذه ومشاه عمل المتابعة القضائية لها هذا هو المواطن الرقيب والمواطن المبلغ المواطن الرقيب نتمنى المواطنين للكل على خاطر اللي سرق الطن سرق الزيت وسرق الكسكي وسرق الحم وسرق الجيش سرقوا كل شيء وبالتالي ثاني حاجة انتي تقول اللي سرق اللي هز يعتبر وعنده لا مبالات لأنه بعيد عن المحاسبة تقول روحه مش جديد علي روحه مش أول مر من أكيد بالتأكيد على خاطر لو صل بشي حطها في حافية شوف مكتوب عليها تعرف هي غير السرقة هي أنه أنت غير مبالي بالقانون مش هامك أنت فوق القانون أنت بخايف من حد يعني باش توصل كما قلت أنت سارق في يده شمعة هزها وحطت الحكا اللي بيع فيها كسكلوتات للناس ومكتوب عليها مخصص لمطاعم المدرسية وبالتالي اللي سرق التن هو اللي سرق الزيت هو اللي سرق الكوسكسي هو اللي سرق الطماطم هو اللي سرق الحم وهون يجب أن يكون إيجاد آليات للحوكمة الرشيدة في هذه المؤسسات يجب أن يكون هنا نحنا ناخد تجربة والتجربة هذه بدأت في المصحات في المستشفيات الحكومية حول قضية الأدوية وكيف تم تنظيمها عبر اللوجيسيال نجح أحد الوزراء السابقين أنه تبقوا بحيث يتم عملية التحكم في توزيع الأدوية في المستشفيات أنه تصور نفس الشيء على خطر أنت وقت يجي يكون عنده 20-30 حكة طن خطر هو وقت يجيبوله المطاعم المدرسية حكة طن والنزوت يجيبولهم 20-30 حكة بالتالي Simone واضح في كل قاطعة كل حجرة تهزح تقصد فساد لذلك الرئيس الجمهورية في تصريح له يقول يقول اما الفساد اقوى من الدولة اما الفساد من الدولة تشوف السرقات اليوم الفساد من الدولة يسرق الفساد من الدولة لا يكون موظف وعنده لكثير ويعرف ما يعمل وما نصوش يكون واحده شوف انه تخل خاطر هدوما موجودين عند المجازينيه نعرفوا الادارة كيف اشتخذت والمجازينيه هدايا كل حاجة بشي خرجها يزمها تخرج باوراق وبالتالي كيفاش خرجوا هدوما لحقوق التن وبالتأكيد ما خرجوش وحدهم حقوق التن خرجوا معاها مطماطم ولا هريسة والعب والكسك على كل الموضوع على طويلة القضاء نستنيه وبقي التفاصيل وانتي سيد المعد زيت شوف انه وكيل الجمهورية نطق الرسمي سيد نطق الرسمي للنيابة العمومية بيقافسة ان شاء الله المنع خير غودوا ان شاء الله يتعد معانا هو فقط زينة ما نستبقوش الاحديث ممكن لانه الموضوع مزل في محل بحث يعني يمكن زيت يكون تم قطع مسار المواد هذي قبل ما توصل حتى للمغازم للمطعم المدرسي مازلنا ما نعرفوش التفاصيل على كل فا مش كون يتسلمها وليتسلمها يصحها غازم لن نبتهم احد يا سيد اما انا قلت لك هدية هدية يعني سمحني في الكلمة تدخل ما تلقهاش في بيرو مدير المطعم المدرسي ما تلقهاش في بيرو مدير المؤسس المدرسي هذو ما فما مكان مخصص موجودين عند شخص خاطر قريب من المطعم اللي هو يجبو يكون قادر يأملهم المواد الاحتياجات ممكن زيدا تكون الكره بالي هاذا كانت المطعم تعديت للحانوت هذي ما زلنا ما زلت معنى استقاسي هيا اختروا اختروا يحكم للمحكمة غادي كوينا التحقيقات جيبونا المعلومة اخي عوضا عن الفرضيات اللي تحطونا فيها سرافيق وسباسل وهي تنهزكم الامور ايجابية هم بالمرصاد موجودين وما شاء الله عليهم يدخلوا في رئيسات هاي الى اليوم للخزينة العام واللدولة التونسية طبعا نحكيه على احوان الديوانة التونسية واللي بالمناسبة غدوة بتحتها في الادارة او المدرسة الوطنية للديوانة التونسية بثلاثين عام على تأسيسها سعيدة جدا ان ينظم منها في المباشرة العميد عبدالحكيم العبيدي المدير العام للمدرسة الوطنية للديوانة عميد اهلا وسهلا مرحبا بك على موجات الاذاعة الوطنية غدوة تحتفلوا بها تكوين ديواني تشاركي من اجل حماية مشتركة غدوة اه وتقريبا الاحتفالات بيش كن مش كان انهار لانو الحدث يستحق وبيودنا نعرف الدعوة للعموم موجودة الوسائل الاعلام مفتوحة غدوة نجموجي واغتي والبرنامج بالاساس نعرف انو وزيرة المالية بيش تفتتح الاحتفالات غدوة بيش كن موجودة معكم وبقيت البرنامج لو تسمح عميد شكرا في البداية تحية ليك وكيف الحريق العامل معك والسادة والسيدات المستدعين اللي تبعوا في البرنامج معنا احتفالية المدرسة او تظهرت ثلاثون سنة من تأسيس ثلاثون سنة من التأهيل والتخصص في التكوين الديواني ان شاء الله مش يتم تنفيذ تحت شراف نعم وحضور السيدة الوزيرة خمسة ستة سبعة في الافتتاح اكيد سيدة الوزيرة البرنامج ثري وشعار لتم الاختيار وتحديده متعلق بالتكوين الديواني التشاركي من اجل حماية مشترك وفي البداية اكيد جدا المدرسة الوطنية للديواني سنة 94 لحب 24 سنة تجربة سريعة هي مركز الخبرة والتميز الوحيد والمنفرد في المجال تكوين الديوان كنقولوا التكوين سيد العميد كنت فاسرا ملازم وملازم اول وبالنسبة لضباط الصف كانت تجربة سابقة للوكالة على معادة معمول باتاو الى العرفاء و الى الرقباء هذا مواجه خصيصا الى العوان وضباط الديواني بينما التكوين المستمر هو لضباط وعوان الديواني و الى كافة المستفيدين او المعنيين بالعمل الديواني بما فيها المواسطة العمومية التجمعات والمنظمات المهنية المتعامل للقصدين الى حد حتى عنا تجارب مع ديوانات اجنبية اخرى اذا هو تكوين ديواني في الاختصاص الديواني مواجه الى عوان ديواني كما يكون الى اخرون كما كنت انتصر لك نعم واليوم الديوانة التونسية حتى في البرنامج كيف طلعنا عليه القيناة وانه المن الملفت للانتباع اذا فما تكوين ارتكز على السلامة في خدمة الاقتصاد الازرق الاقتصاد الاخضر وخدمة البيئة ايضا اكيد جدا لدارة عامة الديوانة رؤية الاستراتيجية واسحة تقوم اساسا على تعبيق المالية للدولة وخماية الحدود وهذا ما يكون كان بتبسيط الاجراءات وطبعا للتوجهات الحكومية فيما يخص الاقتصاد الاخضرق الاقتصاد الاذرق ايضا والاقتصاد الدائري هنا برمجة التكوين كامل توجه الى اعوان الديوانة كما توجه الى مؤسسات اخرى في خصوص الاجراءات التي تتصر عليها ادارة الديوانة في تنفيذها وتقديم كل ما يتعلق بها وكل ما يهم العمل الديوانة حتى نحق الهداف محدد يعني الى ادارة عمل الديوانة هي برنامج فطار مهمة المالية ومهمة المالية اللي هي فطار توجهات الحكومية ككل في المواضيع دون نسيان دار الامن بالطبيعة وحماية الحدود ومحافظة لمصالح هذا البلاد ككل من خلال عمل الديواني وخدمة المستهلك ايضا فيها تكوين سيد العميد التكوين اكيد هو معنا مشاخذ صبغة الشاركية وعدة طرق وفق المنهجيات ومقاربات الحديثة فيها معناه تكوين حضوري بالمدرسة الوطنية الديوانة كما فيها تكوين يعتمد تقنية الرقمية وهنا عنا معنا عدة حلول وعدة تطبيقات بخصهم منصة لدعم للديوانة وهي تستثمر فيها المدرسة الوطنية الديوانة هو منصة المنظمة العالمية للديوانة واستغلالها تشاركيا مفتوحة الى المؤسسات العمومية الى القطاع الخاص وبفاع حتى المجتمع المادي هناك برمجة خاصة به بطبيعة والاساس هو مواجهة الى التكوين الاساسي والمستمر لعوان الديوانة برجة ثرية ومتكاملة عندها بعض تشاركة والهدف هو الحماية المشتركة حماية المواطن حماية المؤسسة الاقتصادية التونسية وحماية التراب الجواني من التراب الوطني تعبر مراقبة التراب الجواني والحقيقة تقدموا في مجهود طيب جدا وطيب من ناحية الريسات ايضا من ناحية تصديكم لبرشة خلينا قولوها بس اللي ترجمين وحكينا فيها في اكثر من مناسبة ديواني حتى النطقة رسمية كاننا حاضر معنا من اسبوعين تقريبا للإدارة العملة للديوانة التونسية وحكينا على دور اعوان الديوانة اليوم تسمع في العميدة عبد الحكيم العبيد يقول لك لو فما تكوين لو مش هكاكة الأعوان تلبس ازاي ويهبطوا يخدموا وباب سموم كبير تحبط فيها أعوان أجهزة الديوانة المخدرات والحقيقة لهنين من عميدة نحب نعرف هل انه هذا ايضا في المدرسة الوطنية للديوانة فما التكوين في علاقة بتغير وتطور التهريب في كل مرة لانه المهرب يغير من الآليات تمتعوا هل هذا تخذوا بعين الاعتبار في المدرسة أثناء تكوينكم للأعوان أكيد جدا نحن ننخدم وفق رؤية استراتيجية واضحة في مخص تحديد مواد ومحاور وبرامج التكوين طبق الحاجيات لإدارة العامة للديوانة في طار وطني إذن البرمجة يتم أعدادها وفق الاشكاليات المعترضة وفق ما يتم تحديده كخيار وطني مكافحة المخدرات هي من الأساسيات كالتكوين وعندها بعض تاريخي في المادة ومحاور أدوانية في التكوين الأساس بل ننظر حتى بحوث ودراسات في المجال وتقديمها ذات سبغة استشراسية الآن هناك عمل بحثي على المستوى المدرسة الوطنية في مخصحة المخدرات الإكترونية وليس المخدرات اليمين حسب تطنيفها وأنواح وطرق تهريبها وطرق كشفها عبر الأمليات المتفرعة لإدارة عامة ضد جوانا نعم جميع المواد هناك معنا يتم تحديدها حسب حاجة الإدارة عامة لديوانا وفق الواقع الوطني سواء اللي هي عندها بعض معنا أمني اجتماعي مثل مخدرات أو مثلها أو خاصة خاصة في علاقة بالمؤثر الاقتصادية الوطنية تكون هناك وراشات وندوات نشرك فيها الأطراف المعنية ككل نستجلي توصيات يتم تحديد المادة التي تقديمها إلى الأعوان والزمالية حتى يحسن التصرف وفي مرحلة ثانية نوجهه إلى المعنيين من مؤسسات عمومية أو مؤسسات اقتصادية بتاعها خاصة هذا وعن حتى عدة تجارة مع المجتمع المدني في هذا هناك رؤية واضحة وعند بعض شمولي وخاصة جسده للبرنامج الاتصال الخطة الاتصالية والتكوين ستار التحسيس يقلنا به عملاول في هذا المنحة وأكيد كما قال السيد وأكيد سيد ناطق الرسمي هذا طبعا ونتيجة إلى مهمة التكوين ويتجسد على أرض الواقع على مستوى الحدود وفي رؤية وماضحة تعليمات واضحة ومتجد دائما خاصة على مستوى معنطية لدار عام للدوان المدينة والسيدة الوزيرة نعم دائما تبسيط الإجراءات الجانب حسن الخدمات وكل ما يتعلق بالتسريحة الجانب لكن هناك أيضا المراقبة الديوانية ويجب أن تعتمد مقاربات حديثة وهذا ما ينجم يكون عبر التكوين في مرحلة أولى واضح شكرا جزيلا سيد المدير العام للمدرسة الوطنية للديوانة التونسية العميد عبد الحكيم العبيدي ومبروك مجددا احتفالكم بتلاثين عام على تكوين المدرسة الوطنية سيباس الترجمين يعني تحية للديوانة التونسية في ذكرى تأسيسها تحية للجهود الكبرى التي تقوم فيها تحية للمدرسة تحية للمدرسة المدرسة 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 التكوين المدرسة التكوين اللي هي مدرسة فندق جديد فندق جديد وأنا نعتقد أنه اليوم فما يعني تغيير إيجابي جدا قاعدين نشوفه فيه في مجال التصدي لعمليات التهريب نشوفه قضية مكافحة المخدرات قبل أيامات شاهدنا كيف فما شكون حاول يهرب أكثر من 80 بندقية صيد وإدخالها إلى تولد هيا بنادق صيد هيا مخدرات هيا كيفي؟ اللي ميجي على بينه والنخاطر بالتأكيد بالتأكيد اللي اللي يجيبوا أنا سألته منذ قليل لسيد العميد عبد الحكيم العبيدي فيه علاقة بقالية تغيير المهرب يهر يبدل في الناس ويجيبوا دي كافحة الشوكولة تلقى تحتها المخدرات الفريجي داريت ساعات ومحشية مخدرات والكراها بوغيرها دائما هي قضية يعني هي كما نقوله سباق الذكاء بين المهرب ورجل الديوانة هذا سباق تاريخي متعرف عليه ديوانة تنسية ولله الحمد استعدت ثقتها بنفسها اليوم فما عناية كبرى بعملها فما احترام وتقدير شعبي وسياسي لها نحن نتفاق رغم انه كانت تذكر تم في حقبة معينة بس لا ترجمان ومن اعوام التالت كان فما محاولة لضربة ديوانة تونسية للناس اللي تخدم على الحدود هكي صفقات ايضا ليجابوا لهم سيارات الموت وغيرها بش تهريب يحل الباب ومع ذلك كما قاعدة ديوانة تونسية كما ايضا وزارة الداخلية رغم الضرب وهذا من القوية الحاملة للسلاح اللي سد مني على اليوم من البلاد والاخطر من ذلك هي محاولة ممنهجة اللي يكسر كرامة الديوانة وقت ليجي واحد من كبار المهربين ويقوم بوضع الشارات والرتب للاعوان الديوانة الضباط الديوانة كانت هذه عملية اهانة ممنهجة اليوم هو في الحبس اما كانت قالت رسالة انه انا المهرب الاكبر انا اعطيكم الجرادوات وانا اللي الراقي فيكم وبالتالي كان هناك عملية لهدم وكسر تلك المؤسسة اللي انا نعتبرها مؤسسة مركزية ورغم ذلك الحمد لله نجحت بفضل رجالها الشرفاء بفضل التضحيات اللي قدموها في تجاوز كل هذه القضايا وفي استعادة اليوم تقوم بدور مميز وتاريخي يذكر فيشكر دفاعا عن مصالح الشعب التونسي المخدرات وقت اللي تدخل تونس بيش تمسوا لابدى الكل المواد المهربة والغاية مطابقة للمواصفات اللي برش يحاولوا يدخلوها لتونس هذي الكل نعرفوه تهريب الاسلحة الصيد وغيرها لمصلح تشكون وبالتالي ما تقوم به الدوانة التونسية وما تؤمنه من دخل في كل بلاسة في كل بلاسة على الحدود أو بيعندوا الضابطة أيضا هو بشي نجم يفتش سيارتك نجم يفتش لك أي مخزن مغلق يشتبن في حق رو مشكل على الحدود دك دون إذن من النيابة العمومية تعطيها السلطة وهذا يغيب برشة على المواطنة نعم وهذا يغيب برشة أعوان الحرس الديواني لهم حق الدخول إلى المنازل وكل المناطق دون إذن من النيابة العمومية من أجل التفتيش على القضايا التي تهم العمل المتاعهم فيما يخص قضية التهريب أو قضايا التفاصيل نزيدوا حاجة أخرى هي المداخيل الكبرى التي قاعدت أمنها الديوانة التنسية لخزينة الدولة اليوم في ظل أن تطبيق إجراءات جديدة تمت في الموانئ وفي المطارات وفي الموانئ السياحية أو الموانئ التجارية والاقتصادية وهذه الكل يخدم مصلحة البلاد بشكل كبير جدا فتحية للديوانة في ذكرى تأسيس المدرسة مدرستها الوطنية غدوة يحتفلوا الديوانة التونسية بـ 30 عام على ذكرى إحداث وتأسيس ذكرى 30 تأسيس المدرسة الوطنية للديوانة التونسية التي تفتتحها غدوة زيرة المالية وأيضا بشكون فما بروغرام كامل مجددا إحنا منجموكين نحيو ونثمر مجهودات كل القوات الحاملة للسلاح على اختلاف أسلاكها وزيها وروتبها لأنهم سد مانيع مسكرين ببليه اليوم علينا وبهاك نختم سكرنا سيد المخرج ينستلوريمي بالبونت العريض نمشي مباشرة لعينك على الليدارة مع فايسل شابو فايسل شابو تحياتي أهلاً وسهلاً مباشرةً من الفحص الفاني الويزيت تكنيك اللي فيها جديد موعد بـ 24 ساعة تمديد في يقعد توصيل سيري المفعول نهارين أخرين ما كان فيتك سير رفيق دريدي ملقيتش وقت الفيزي التكنيك واحنا شاديناك في الخدمة اليوم راجبتوش إنهار صبت مثلاً راجبت يخمو بصبت تحياتي مجدداً مرحبا بيك زينا تحياليك وتحيال سيباتل ورفيق مرحبا بيك فايسل يعيشك وتحيال كل مجتمعية الإدعاء الوطنية كما قلت مركباتنا الميدانية احنا ديوم حبينا نشوفوا القرار اللي يتعلق بالصحص الفني للعربات بعد ما هبطت عديد من إجراءات يتتعلق بالقرار هدايا هبطنا على عين المكاني ومشين المركز العربات خفيفة بسيدي حسين السجومة التابعة الفنية للنقل البري نعم حبينا نشوفوا مع بعض المواطنين حول بعض القرارات اللي كما قلت انت تتعلق خاصة الترسيع في عدد العربات وهو مهم برشا خاصة نعم في المراكز والنقاط تكون فيهم برشا اكتظار خاصة الناس المواعيد المسيحة وتبقى عندها بعض الالتزامات يقول اكتغاد والموعد متاعي معمتها تعجل ولا حاجة ثم النقطة اللي حكيت عليها انت جينا خاصة فيما يتعلق بتأجيل الموعد واليركوت والموعد خليني نقول بين القرارات اللي جات اليوم بداية خليني نقول من قرة نوفمبر 2024 هي يتابع في يده 24 ساعة بالنسبة للمواطنين اللي يسجدوا عبر الانترنت خليني نقول عم بعد نعم يعني ياخدوا موعد للقيام بعملية الفحص الفني للسيارات اللي السيارة متاعوا فما اللي يقولك معتها ينجم في يده 24 ساعة باش يتحصل على الموعد لكن فقدت هنا نقطة خاصة للناس اللي قاعدين يسمعطينا راهوا واخدناها معنا من المسؤولين الموجودين اللي هنا يقولك تقعد ديمة في نفس المركز معناتها اللي سابع اللي سجلت فيه عن بعد في يدك 24 ساعة باش ترجع لنفس المركز هدايا وتقوم بعملية والإجراءات اللي تتعلق بالفحص الفني الخاصة بالسيارة من المتعركة فقط احنا بعض النقاط لناخدوها مع سيرابيع السيد هو رئيس مركز العربية الخفيفة مرحبا بيك سيرابيع مرحبا بيك أهلا وسهلا السلام عليكم مرحبا بيك مرحبا بيك مرحبا بيك نحكيه شوية معك بعض القرارات اليوم اللي تتعلق بالترفيع في عدد السيارة برشم واثنين برشا يتسئل يقولك الترفيع هدايا عنده معناته تأثير عليك من تومك همرة يسهل شوية وإلا كيفش الترفيع في عدد العربات اليومية والحزوزات اليومية هو مشكل ماتها عبع على الأعوان لأنك الأعوان كانوا متساهمين وحاسين بالوضع هذا معتها مستعدين باش يضيفوا مجهود إضافي لمجابهة هذه الزيادات الخطأ التوم منذ القرار اللي كان معناته في غرة نوفمبر كم معتها سجلتوا معانته تزايد شوية في عدد معانته اللي قام بعملية التسجيل معانته نعم تم زيادة مجال يغطي إلى تسجيل إضافة بمئة وعشين عربة يوميا هذي تسجيل إضافة تسجيل إضافة تسجيل إضافة على قبل على مبادئ وفيما يتعلق هنا هنا حكيت على التسجيل اللي معانته يفوتوا معانته التسجيل متاعه والناجم يكون واحد سايا شوية يقول كان عندي خديت موعد رانديبو خديته مثال نص نهار ونص نص وشنو نعمل من بعد واحدة ثلاثة دينار وخمسميات هذا المعلوم التسجيل المعلوم التسجيل المعلوم التسجيل بليل يوم وعد مجاش اليوم عنده ناجم يجي غضوة ولا يجي بعد غضوة في أي وقت يعني يجي ولا يحترم يحترم الوقت الأصلي الموجود في التوصيل وقت اللي هو اختار رانديبو مثلا اليوم مع ماضي ساعتين فاتو يلزمو يرجع غضوة ماضي ساعتين في نفس التوقيت ولا في أي وقت يحب يرجع في أي وقت نعم نعم أما فايصل فقط لازم في نفس المركز اللي يخذ فيه الموعد وإلا كين هو اتنقل هو وكرهبته في ولاية أخرى ينجح يتمتع بالمجانية يقعد في نفس المركز يتمتع بالمجانية واضح 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 هذي بتقريبا حابين نوضحوا نقاط هذو مخطة الخاصة لسبب المستمعيين يعطيك الصحة ناسي ربيع لسيد رئيس ماركز العربية الحفيفة لسيد حسين تبع الوكالة الفانية اتفاضل بش تديد كلمة عنا حاجة جديدة هي التنزيل الآلي التنزيل الآلي التنزيل الآلي تم الاستغناء عن عديدة عوان التسجيل المجانية في الأرواق كانوا عادنا ثلاثة وحتى أربعة عوان تسجيل تتوقف النظام الجديد ولا تقلين نعوان واحد استغنين عليهم معك معك أصبح التسجيل ال أصبح التنزيل أصبح التنزيل معك والترقمين يعطيك فقط نقطة زينة فيما يتعلق هل أنه فما معتها حسايا تأثير في الموعد لا 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 ما علينا ما علينا موعد يجيبات الموعد أما ضدينا نحن المواطن يكون حريص المتاع وشيف الوقت مثلا المحدد المكتوب مدون على الورقة لجاهي الورقة الموعد معتها الرجاء من المواطنين معتها أما لظروف معتها عندنا مجال هذا ونقضوا فقط فايسل من عرشك ما زل فما شوية وقت يعني معاتش عنا وقت شكراً فايسل شابو كانت هيدي عينك على الإدارة شكراً لكم شكراً لكم وعندنا بعض الأخبار نستقبل وضيفنا نتقرأس من المجلس الوطني للجهات والأقاليم من رياض الدريندي هذا استوديو الوطنية مرحباً